تطبيق الشريعة الإسلامية أم تعزيز قيم المواطنة المتساوية جدلية عاشها اليمن في جميع مراحله السياسية بعد ثورة السادس والعشرين من سبتمبر التي تجاوزت دهورا من القهر الاجتماعي وألغت عصورا سوداء كثيرة كان فيها انتهاك الحقوق ومصادرة الحريات سيمة ثابتة لعل أبرزها قتامة فرض ما يسمى بالخموس على المجتمع اليمني وهي جباية كانت تأخذها دولة الإمامة تحت مسميات دينية عديدة انتهى ذلك العصر وجاء عصر جديد وقامت ثورات ودخل اليمن حوارا وطنيا جمع بين مختلف المكونات والأطياف السياسية والدينية غير أن واقع الانقلاب الذي أقدمت عليه ميليشيا الحوثي أعاد كل شيء إلى الوراء بعد أن أضعفت الدولة وطمست ملامحها وعاد المجتمع إلى الدهور الظلامية في الجديد كشف برلماني مقرب من جماعة الحوثي عن تعديل قانون الزكاة حيث تعمل سلوطات الميليشيا على إقراره في مجلس النواب الذي تسيطر عليه منذ فجر الانقلاب لفرض زكاة الخموس على اليمنيين بشكل رسمي البلماني نشر في صفحتي على الفيسبوك نص مادة تعديل على القانون بما يضمن توريد نسبة 20% من الزكاة لصالح الميليشيا ورموزها تحت مسمى الخموس وبحسب برلمانيين فإن ميليشيا الحوثي تسعى إلى شرعانة الجبايات التي تفرضها على المواطنين منذ ثلاث سنوات وذلك لتمويل الحرب التي تخوضها لتثبيت انقلابها وتعزيز وضعها المالي الذي يتضخم على أنقاض الدولة ميدس نواب صنعا الذي أصبح يعقد جلساته بعدد ضئيل إما من النواب المحاصرين أو التابعين لجماعة الحوثي لم يعد يحمل أي شرعية وفقا لبرلمانيين بينما تعجز السلطة الشرعية في المقابل عن عقد جلسة للبرلمان في العاصمة المؤقتة عدن انفصام آخر إذن تعيشه ميليشيا الحوثي عن واقع الزمن المعاصر والتغيرات التي طالت المجتمع منذ الستينيات وكأي جماعة مسلحة متشددة قد تنجح في عزل المجتمع عبر قبضتها العسكرية والأمنية لكنها بعد ذلك تفقد سيطرتها ويعود المجتمع من جديد لمناهضة كل ما يسلب حقوقه وحرياته